أنتم الآن في نشرة الموجز أعلنت جمعية هيئة المحامين بالمغرب عن تظهيم وقفات احتجاجية واسعة النطاق على مستوى جميع هيئة المحامين يوم الأربعاء المقبل ويأتي هذا الإجراء الاحتجاجي في أعقاب اجتماع مفتوح عقد مؤخرا ناقش فيه المحامون آخر المستجدات المتعلقة بمشاريع القوانين التي تهدد مبارستهم المهنية وعلى رأسها مشروع قانون المستر المدني الذي تم تمريره في مجلس النواب وأكدت الجمعية في بيانها أن هذا الإجراء الاحتجاجي يأتي تعبيرا عن رفض المحامين القاطع لمشروع القانون المذكور والذي يعتبرونه تهديدا مباشرا لمكتسباتهم المهنية وحقوقا متقادين كما أشارت إلى أن المحامين سيواصلون ارتداء شارة الاحتجاج تعبيرا عن غضبهم واستنكارهم لهذه التطورات ودعت الجمعية كافة المحامين الذين تلقوا إشعارات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتواصل عن نقاباتهم من أجل تنفيذ السيغة المتفق عليها بشأن التغطية الصحية مؤكدة أن المحامين وأسرهم يستفيدون من تغطية صحية أساسية عن المرض من خلال التعضضي العام لهيئة المحامين دسل النقيب محمد زيان المعتقل السياسي بسجن العرجات واحد على خط الأحداث التي شهدها إقليم طاطا والتي خلفت وفاتح 12 شخصا وفقدان آخرين وطال النقيب زيان نقل عن مقاربه في اتصال بجريدة الحياة اليومية من المؤسف جدا لا يتوفر إقليم طاطا على نظام فعال لتجميع وتصريف المياه علما أنه من أغنى الأقالين في العالم وتابع قائلا أعبر عن شديد حزن وبالغ مواساة لسكان المنطقة لما يتحملونه من صعوبات في هذه الظروف الصعبة وأعلنت وزارة الداخلية نوع على إثر التساقطة المطرية الرعدية جدا قوي التي عرفتها 17 عمالة وإقليم بالمبلكة تم في حاصلة مؤقتة تسجيل 11 وفات بكل من أقاليم طاطا 7 أشخاص وتيزنيت شخصان والراشدية شخصان أحدهما من جيسية أجنبية وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي في تصريح للصحفة أمسا الأحد بالرباط أن هذه التساقطات أسفرت أيضا عن تسجيل 9 أشخاص في عداد المفقودين بكل من أقاليم طاطا والراشدية وترودانت وفيما يخص الخسائر المادية فقد أكد بأن المناطق المتضررة شهدت تسجيل الحصيل المؤقتة التالية انهيار 40 مسكنا منها 24 مسكنا عرف انهيارا كليا انهيار كلي أو جزئي لأربع منشآت فنية متوسطة تضرر 93 مقطعا طرقيا ما بين طرق وطنية وجهوية وإقليمية وانقطع حركة السير بها حيث تمكنت السلطات العمومية لحد الساعة من إعادة حركة السير ب53 مقطعا منها إرحق أدار بشبكات التزاود بالكهرباء والماء الصالح للشرب والشبكات الهاتفية جدد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNM طالب توزير التربية الوطنية وحكومة عزيزة فنوش بتنفيذ كافة مضامين اتفاقي العاشر والثالث والعشرين دجنبر 2023 تنزيلا لالتزامات الحكومة وحفاظا على جدية ومصدقية الحوار الاجتماعي على المستوى القطاعي كما طالب بالتعجيل بتعميم التعويض التكملي بأثر رجعية على أستاذة الابتدائي والإعداد والأطور المختصة صرف التعويض الخاص للمساعدين التربويين المنصوص عليهم في اتفاقي العاشر والثالث والعشرين دجنبر لسنة 2023 والإفراج عن قرار تقليص زعات العمل في أسلك التدريس خاصة أستاذة الابتدائي والإعداد وإرجاع الاقتطاعات من أجور المضربين وأعلن في بيان عن دعمه لنظارة شغيلة التعليم الأولي من أجل رفض شروط الهشاشة والاستعباد ودعوتها لتقوية نظالاتهم الوحدوية دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة مع تجديد مطالبة الجامعة بإذماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وطالب برفع جدي من قيمة الدعم الاجتماعي الموجه للأسر بخصوص التمدرس بما يستجيب فعليا لمتطلبات وتكاليف الدرسة كما جدد تضامنه القوي مع المدرس جلو المحمد المعتقل السياسي وكافة المعتقلين السياسيين والمطالبة بإطلاق سراحهم قال الثلاثة مصادر قضائية لبنانية اليوم الاثنين إن مذكرة اعتقال رسمية سدورت بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعد جلسة السماع قضائية وأوضحت المصادر أن هذا يعني أن سلامة سيبقى قيد الاحتجاز على ذمة التحقيق للتوصل بجديد الأخبار تابعونا على صفحاتنا بمواقع التوصل الاجتماعي